بسم الله الرحمن الرحيم توضيح لبعض الأحداث الحادثة اليوم في ولات القضارف إن الشرطة قامت باستخراج النازحين من المدارس ومن الداخليات بالغوة الجبرية وذكرني من الكلام ده يعني صحيح ومن بعد الأسادزة الناس البسخ فيهم تماما إنه فعلا الكلام ده حصل طيب اتنغشنا معهم كيف يعني يتم استخراج زول نازح يعني بالقوة من غير ما توفر ليه والحكومة مكان تاني يقعد فيه إنه من ضمن الحاجات اللي اجبرتهم يعني إنه حتى الإجلاس يعني قال لي حتى الإجلاس أتفقد يعني والمراوح في التفقدت حتى بعض المكيفات أتفقدت المشكلة التانية إنه قال لي معظم الناس الموجودة هن من القضارف يعني معظم قال لي إنه موجودين من ناس القضارف أصلا يعني إنه معظم نجر بيت حقه للناس النازحة وجقعد في المدارس طيب الموضوع ده بسيط بقدر يحله يعني ما ما بيحتاج ليده كله بجي بحلف الناس دي بيختصار بجي بحلفهم إنه أي زول ما من الولاية تجي تحلف إنك إنك نازح تقعد ما نازح من الولاية طريقة تمشي تشوف بيتها يعني بس تحلف له إنك إنك في الولاية ولو ما من الولاية في الولاية خلاص حتى لو ما عندك بيت مستأجر عندك بيت المهم تصرف نازح الحكومة تشوف ليك مكان ملزمة الحكومة الآن ملزمة بيهم تماما إنه لازم توفر ليهم سكن والحلول كثير يعني في ولات القضارف ممكن يعني حاجة موقعة أودهم المعسكر بتاع حمزة الأزرق بشي ليك كمية أبني ليهم خلف الجامعة بشكل معسكرات ووفر ليهم الخدمات ووفر ليهم الأكل ووفر ليهم الشراب ووفر ليهم الكهرباء ووفر ليهم الرعاية الصحية ما ممكن تيه تجبر ليك زول نازح إنه مكهور وشرد من بيته تم تشريده من بيته والحال لا حول ولا غوة يعني الحال صعبة الناس الناس الآن ما قادر تأكل ما قادر تشرب يستأجر لك من وين يعني من وين يجيب من وين الناس ما عندها يعني في زول قال لي أجهز لينا والله إن إحنا في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني والله إذا أرى نعمل حربة الناس تحاول تجهز نفسها حاجة ربنا كده جاب ليهم كده فجأة ما بزول جاهز ما بزول عنده إلا من رحيم معظم الناس زي الموظفين خصوصا الناس الخرطوم يعني موظفين معظمهم الولاي تشوف لهم حل ما في أي زول اطلع خلي اضربوكم رصاص ذاته ما في زول اطلع من المكان المكان الموجود فيه وهي مؤسسة أو مرفق حكومي ما تطلع منه خليه يكتلوك جوا بدل يكتلوك الجنجوي تخلي تكتلك الحكومة يعني الحاجة زات التحير يعني التحير كيف يطلع إليك مواطن ما تقول لي تعتذر إنه زول ده من الولاية أو في سرقة أو 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 السرقة حتحصل وحيعيشوا حياتهم الطبيعية يعني في حداث بتحصل لكن ما كلهم حكونوا بيسرقوا كلهم مستحيل طبعا الوالي منزم يوفر ليهم سكن في داخليات عايز تفتح الجامعات أمشي أفتح لهم الخلف الجامعة الدنيا خلا أفتح لهم هناك مع اسكر يقعدوا فيه أفتح لهم خلفي مباني الجهاز بهين الواطة كلها خلا صقيع ما من جل الأرض ولا من جل المساحة أعمل لهم حاجة موقتة كده ما تجي ترمي لك كمية من الناس بغض النظر عن الحاجة الفعلة أو شنو أولا تشوف حل إنت محكومة إنت دولة قادر يعني القادر الله لكن برضا إنك حكومة قادر تعمل والآن ولاية القضار فيها خير الآن موسم الحصاد ديوان الزكا ده متكفل ديوان الزكا قادر يكفل سودان كله فما بالك من نازحين شوية نازحين في ولاية ولاية كلها فيها كمهي ما في أي عزر إنه الناس ديال في رقب تلوالي باختصار شديد الناس ديال في رقب تلوالي وكونه الآن ذات ويتم إصدار غرار بفتح الجامعات دي مصيبة ذاته يعني كيف إنت تفتح مدارس وكيف تفتح لك جامعات في وضع زيدة نعم التعليم مهم لا يمكن الناس تنازل عنه أو مهما حصل لكن إحنا في ظروف الآن طاحنة عندنا حرب ما ممكن تفتح ليك الآن في طلاب مستنفرين تعمل ليهم شنو ديال أظن دي فكرة قحاطية ما عندنا ليه تفسير أكتر من كده إنه الآن تفتح جامعات الآن الناس تدفع رسوم من وين شغاله شنو أصلا عشان تدفع الآن الناس بيشتقلوا بيجيبوا من وين عشان يمشوا حالهم في أبو الآن بيقدر يدفع ليه رسوم اللي جامعة من وين شغال يشتغل شنو الناس الآن ما قادرة تاكل الناس دارتاكل الآن تفتح ليه جامعة تفتح ليه مدارس تاكلوا من وين الآن نحن ذات وعندنا في القضارف في وباء في حم الضنق في الكوليرا الآن الناس في أمس يوم أمس ميات للناس موت تاكلوا في تحلي مدارس عندنا وباء عندنا كارثة في القضارف والمشاكل لا تحصى ولا تعد الآن القضارف فيها كارثة الكوليرا الآن ضاربة كل الناس دا تجد تفتح ليه مدارس وجامعات نحن عندنا حي الناس دي حتموت كلها دا كله كلام فارق وغرارات غير مدروسة ونقول ربنا يسلح الحال ما عندنا حاجة غير إنه ربنا يسلح الحال وربنا ينسر قواتنا المسلحة نصر من الله وفتح غريب ربنا نسأل الله أن يسلح الحال نسأل الله أن يسلح حالنا يا رب العالمين شكرا